بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل محاضرة هذا اليوم في معرفة الصحابة ونتكلم عن أكثرهم حديثا فستة هم من المكثرين من الصحابة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولهم أبو هريرة رضي الله عنه وله من حديث أكثر من خمس آلاف حديث وروا عنه أكثر من ثلاثمائة رجل ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد روا أكثر من 2630 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد روا ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثا ثم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت ما يقارب ألفين ومائتين وعشر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابن عباس روا ألف وستمائة وستين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله روا ألف وخمسمائة واربعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أكثرهم فتيا فهو ابن عباس أيضا رضي الله عنه ثم كبار علماء الصحابة وهم ستة كما قال مسروق قال انتهى علم الصحابة إلى ستة عمر وعلي وأبي ابن كعب وزيد ابن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود قال ثم انتهى علم الستة هؤلاء إلى علي وعبد الله ابن مسعود هناك مصطلح خاص ببعض الصحابة هم العبادلة والمراد بالعبادلة من اسمهم عبد الله من الصحابة وهم أكثر من ثلاثمائة صحابي لكن عندما يطلق مصطلح العبادلة فالمقصود فيه أربعة من الصحابة كل منهم اسمه عبد الله وهم عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهم جميعا الميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم فكانت لهم هذه الميزية والشهرة فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة بالنسبة لعدد الصحابة فلا يوجد إحصاء دقيق لعددهم لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أن عددهم يزيد على مئة ألف صحابي من هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ألف وعفوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة هذا بالنسبة لعدد الصحابة أما طبقات الصحابة فقد اختلف في عدد طبقاتهم وهذا حسب تقسيمات المصنفين في الصحابة فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد والمغازي الفاضلة ومنهم من قسمهم باعتبار آخر فابن سعد في طبقاته قسمهم إلى خمس طبقات والحاكم قسمهم إلى اثنتين عشر طبقة أفضل الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا على قول جمهور أهل السنة ثم تمام العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان أول من أسلم من الصحابة قالوا من الرجال الأحرار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي مات سنة مئة بمكة المكرمة وقيل أكثر من ذلك وآخرهم موتا قبله هو أنس بن مالك توفي سنة 93 بالبصرة من أشهر المصنفات في معرفة الصحابة وفي تمييز الصحابة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقالاني وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري وكتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر الأندلسي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم